اشتركوا في القناة مؤشر الدولار مؤشر الدولار تكلمنا في أسبوع قبل الماضي وقلنا أنه باختراق 97.40 راح يكون هاك إيجابية على مؤشر الدولار ويستهدف باختراق 97.40 97.65 كان هناك صعود أسبوع الماضي وكان الهاي 98 لكن في آخر جلسات الأسبوع الماضي كان هناك سلبية على مؤشر الدولار وكان له في الأسبوع الماضي النقطة 97.20 أو مستويات 97.20 مؤشر الدولار مثل ما حدثنا شايفين هناك نموذج بالموذج الهارمونيك الموضح باللون الأخضر وعندنا أيضا نموذج 3D طبعا إيجابي وقناة سعرية صاعدة تكلمنا أيضا أسبوع الماضي وقلنا أن الدخول مؤشر الدولار أو السعر في نطاق القناة السعرية الصاعد هذا مؤشر إيجابي وإيجابي جدا بالخفاظ على مستويات 96.80 لا يزال مؤشر الدولار مرشح للصعود نقدر نقول أن خلال هذا الأسبوع مؤشر الدولار يتحرك بين النطاقية المقاومة 98 والدعم 97.15 في حال كسر 97.15 راح نشوف 96.80 لو تجاوزها راح نشوف 96 لكن اختراق 98 وبالحفاظ على مستويات 96.80 راح نشوف 98.60 ولو تجاوزها راح نشوف 99.30 هذا بالنسبة للمؤشر الدولار عندنا أيضا الوستكسس أويل الوستكسس أويل وهذه كانت أحدى التوصيات وكان الدخول من النقطة 57.42 وقلنا أن الوستكسس أويل أو توصية البيع تستهدف 56.41 والأربعة وخمسين والواحد وخمسين تم تحقيق الهدف الأخير اللي هو 51 ويكون السعر لامس قاع الموجة التصحيحية أو نموذج المستطيل الواحد وخمسين دعم للوستكسس أويل ومثل ما قلنا كان دخولنا 57.42 ونكون حققنا 650 نقطة الآن السيناريو كالتالي مثل ما قلنا الواحد وخمسين يعتبر دعم والسعر لامس قاع الموجة التصحيحية أو المستطيل نشوفنا هناك صعود لليو أس أويل بالحفاظ على مستويات الواحد وخمسين أو اللول الأسبوع الماضي كان خمسين ستين بالحفاظ على خمسين ستين على الديلي نشوف أن اليوستكسس أويل مرشح للصعود ومرة أخرى إلى سقف القناة عند السعر 64.30 لكن مثل ما قلنا هذا السيناريو مشروط بعدم كسر اللول الأسبوع الماضي على الديلي خمسين ستين لو نشوف الواحد وخمسين أويل على الساعة هناك خط اتجاه هابط ونشوف أن فرصة الشراء على فريم الساعة باختراق 53.37 اختراق 53.37 على الديلي أو على الساعة عفوا رح يكون فرصة للدخول وهدافنا رح تكون على الديلي هذا بالنسبة لوستكسس أويل عندنا أيضا الذهب الذهب لاحظنا إيجابية في الأسبوع الماضي أو بعض الإيجابية في الأسبوع الماضي وكان الهاي الأسبوع الماضي 1500 ومستويات 1590 1593 تشكل مقاومة في مسار الذهب في حال اختراقها رح نشوف 1610 ولو تجاوز 1610 رح نشوف 1700 لكن المعطيات الفنية حقيقة لا يمكن تجاهلها هناك مثل ما احنا شايفين نموذج بالنماذج الهارمونيك الموضح باللون الأحمر نموذج بيعي وعندنا أيضا تري درايف يتحرك في قلب قناة سعرية صاعدة والسعر لامس القناة السعرية الصاعدة في الأسبوع الماضية ولشكلها مقاومة نشوف أنه أيضا على الأربع ساعات هناك قناة سعرية صاعدة مثل ما قلنا الهاي 1593 لأسبوع الماضي نشوف أنه على فريم الأربع ساعات في حال كسر مستويات 1563 رح يكون هناك هبوط للذهب وممكن نشوف 1535 على فريم الأربع ساعات كسر 1563 رح يكون هناك هبوط ل 1535 1535 نقف عند هذا السعر لأهمية هذا المستوى 1535 30 مهم جدا في مسار الذهب واللي لو تم كسره رح نشوف 1508 وباقي الأهداف مثلا ما نحن نشايفين 1445 طبعا هذا الدعم الأكبر أو الدعم الكبير واللي لو تم كسره رح نشوف 1439 ولو تجاوز رح نشوف 1330 طبعا هذا الكلام على long term لكن اختراق 1593 برة أخرى رح يقود الذهب إلى مستويات 1610 ولو تجاوزها رح نشوف 1700 وبطبيعة الحال رح ينتهي هذا السيناريو بالكامل هذا بالنسبة للذهب عندنا أيضا الداو جونز الداو جونز إذا تذكرون كان دخولنا من 27400 وقلنا أن الداو جونز يستهدف 28900 ولو تجاوزها رح نشوف 30000 لكن نشوف أن الـ 29400 تشكل مقاومة في مسار الداو جونز أيضا هناك وتد صاعد مثل ما احنا شايفين مستويات على الدايلي هناك مستويات مهمة في مسار الداو جونز عندنا لول الأسبوع الماضي 28144 دعم مهم في حال كسرة ممكن نشوف هبوط وراح نشوف مستويات 27400 مرة أخرى المقاومة السابقة والشكل حاليا دعم الداو جونز في حال كسرة 27400 رح نشوف 25710 هذا بالنسبة للداو جونز نقدر نقول أن الداو جونز خلال هذا الأسبوع رح يتحرك بين مستويات المقاومة 29400 والدعم 28144 كسرة 28144 رح نشوف 27400 الدعم المهم في حال تجاوزة رح نشوف 25710 لكن اختراق 29400 رح ينهي هذا السيناريو وراح نشوف 30 ألف لاحظ على الأربع ساعات أيضا هناك سلبية واضحة خصوصا بعد كسر خط الاتجاه الصاعد على فريم الأربع ساعات نشوف مثل ما قلنا في على الديلي هناك دعم 28144 على الديلي وعلى الأربع ساعات نشوف أن في كسرها رح يستمر داو جونز في الهبوط بعد كسر أو بعد ما كسر خط الاتجاه طبعا رح يكون هناك سلبية مثل ما قلنا 29400 هي المقاومة الحقيقية في مسار الداو جونز كسر 28144 مثل ما قلنا رح يقود السعر إلى 27400 ولو تجاوز 25710 هذا بالنسبة لداو جونز عندنا أيضا اليورو مقابل نيوزلندي وهذه كانت إحدى توصيات الشراء واللي كانت مشروطة باختراق الواحد فاصلة 6870 تم اختراقها الأسبوع الماضي وكان هناك صعود قوي على اليورو مقابل نيوزلندي وتم تحقيق 3404 13 نقطة 313 نقطة نشوف أن الهايل الأسبوع الماضي ويشكل حقيقة المقاومة في مسار الزوج نشوف أن بتجاوز الواحد فاصلة 71 71 راح نشوف استمرارية لإيجابية في حركة اليورو مقابل نيوزلندي وإلى هدفنا الثاني عند النقطة 1.72 82 لو تجاوز راح نشوف الواحد فاصلة 74 66 هذا بالنسبة اليورو مقابل نيوزلندي أيضا عندنا سويسري مقابل الين وهذه كانت أحدى توصيات البيع وكانت مشروطة بكسر مستويات 113 فاصلة 17 تم كسرها الأسبوع الماضي وتم تحقيق الهدف الأول والهدف الثاني ونحققنا لغاية الهدف الثاني حوالي 144 نقطة نشوف أن هدفنا 112 فاصلة 60 يشكل مقاومة للزوج والهدف الثاني 111 فاصلة 78 يشكل دعم أو تحديدا اللو الأسبوع الماضي 111 فاصلة 73 في حال كسر 111 فاصلة 73 واللي كانت اللو الأسبوع الماضي راح نشوف استمرارية للمسار الهابط وإلى 110 فاصلة 68 60 هذا بالنسبة للفرانك سويسري مقابل ين أن أيضا الكندي مقابل ين وهذه كانت أحد توصيات البيع مثل ما نحن شايفين نموذج بالنماذج الهارمونيك بيعي موضح باللون الأحمر وعند أيضا نموذج آخر من نماذج الهارمونيك واللي هو 3 drive واللي موضح باللون الأبيض طبعا كل النموذجين نماذج سلبية وكان الدخول مشروط بكسر 83.80 وبالفعل تم كسرها في تداولات الأسبوع ما قبل الماضي وكان حقق الهدف الأول وتجاوز الهدف الأول وباتجاه الهدف الثاني واللي هو 81.58 ونكون بذلك حققنا 200 نقطة اللول الأسبوع الماضي يشكل دعم بطبيعة الحال عند النقطة 81.74 في حال كسرها راح نشوف استمراريها في الهبوط وإلى هدفنا الثاني 81.58 ولو تجاوزها راح نشوف 80.80 هذا بالنسبة للكندي مقابليا عندنا أيضا دولار مقابل اليين وهذه أيضا كانت احدى توصية البيع واللي كانت مشروطة بكسر مستويات 109.70 تم كسرها في اسبوع قبل الماضي أو اسبوع الماضي 109.70 وتم الدخول البيع وحقق الهدف الأول وحققنا الهدف الثاني وتجاوز أيضا الهدف الثاني ونكون بذلك حققنا 141 نقطة نشوف أن المية وثمانية فاصلة 28 مستويات المية وثمانية فاصلة 28 تشكل دعم في مسار الزوج واللي لو تم كسرها رح نشوف هدفنا الثالث عند المية وثمانية فاصلة 19 ولو تجاوز رح نشوف الهدف الأخير عند نقطة 107.64 هذا بالنسبة للدولار مقابل يين عندنا أيضا جنيه مقابل الدولار وهذه كانت إحدى توصيات البيع على لاحظنا الأسبوع الماضي كان هناك إيجابية وإيجابية وواضحة في مسار الزوج وكان الهاي الأسبوع الماضي 1.32005 واللي تشكل حاليا مقاومة في حركة الزوج دخولنا السابق كان 1.29 89 ويشكل دعم للزوج في حال كسرة رح نشوف هدف الأول عند النقطة 1.29 18 ولو تجاوز 1.27 35 لكن باختراق ال 1.32005 واللي كان هاي الأسبوع الماضي رح نشوف ال 1.32005 حدا بالنسبة للجنيه اللي استغليني مقابل الدولار هذا أيضا جنيه اللي استغليني مقابل الين تكلمنا في الفيديو ما قبل الماضي أو الأسبوع ما قبل الماضي وقلنا ال 144.30 مهم جدا عدم تجاوزها على الديلي والخفاظ على مستويات ال 144.30 قلنا رح نشوف قاع المستطيل أو الموجة التصحيحية واللي مستوياتها أو سعرها 141 نشوف إذا جنا يستغليني مقابلين يستهدف 141 وفي حال كسر 141 رح نشوف مزيد من السلبية على الزوج وإلى الهدف الأول عند 139.87 لكن مثل ما قلنا هذا السيناريو مشروط بعدم اختراق 144.30 على الدين مثل ما احنا شايفين نموذجين من نماذج الهاربونك الموضح باللون الأحمر نموذج سلبي وعندنا أيضا تري درايف الموضح باللون الأسود أيضا نموذج سلبي هذا بالنسبة للجنيه استرليني مقابل ين عندنا أيضا جنيه استرليني مقابل فرنك سويسري جنيه استرليني مقابل فرنك سويسري كانت هذه أيضا إحدى توصيات البيع وكان دخلنا مشروط بكسر الواحد فاصلة 26.53 وحدة توصيات اللي على long term كان هناك دعم 1.25 27 نشوف إنه في حال كسر الواحد فاصلة 25.27 رح يستمر بالهبوط وإلى الواحد فاصلة 24.93 ولو تجاوز رح نشوف 1.23 طبعا هذه التوصيات long term بإمكان الإخوة اللي يفضلون التداول على intraday بإمكانهم اقتناص خطوط الإتجاه الصاعدة وبيكسرها بإمكانها الدخول بيع وإلى الأهداف الموضحة على يمين الشرط عندنا أيضا اليورو مقابل الدولار اليورو مقابل الدولار أيضا تكلمنا في الفيديو ما قبل السابق وقلنا إنه كسر الواحد فاصلة عشرة سبعين راح نشوف الواحد فاصلة صفر تسعة ثمانين تم كسرها في تداولات الأسبوع الماضي لكن كان هناك لو الأسبوع الماضي عند الواحد فاصلة صفر تسعة واحد وتسعين واللي حاليا يشكل دعم اليورو مقابل الدولار نشوف هناك كان إيجابية واضحة في تداولات الأسبوع الماضي حقيقة انكسر الخط السفلي للقناة السعرية الصاعدة هناك محاولات للدخول مرة أخرى في نطاق القناة السعرية الصاعدة ويكون بذلك عمل ثروت داون ومثل ما نحن عارفين دخول السعر مرة أخرى في نطاق القناة السعرية الصاعدة هذا مؤشر إيجابي نشوف أن اليورو مقابل الدولار في حال دخولها مرة أخرى في نطاق القناة السعرية الصاعدة واختراق الواحد فاصلة سبعين راح نشوف الواحد فاصلة اثناعش سبعة وثلاثين لو تجاوزها راح نشوف الواحد فاصلة اربعة عشر طبعا هذا السيناريو قائم بشرط عدم كسر الليل الأسبوع الماضي عند النقطة واحد فاصلة سفر تسعة تسعين وللو تم كسرها راح نشوف القاع عند الواحد فاصلة سفر ثمانية ثمانية هذا بالنسبة لليورو مقابل الدولار عندنا أيضا اليورو مقابل جنيه السترليني وهذه كانت احدى التوصيات المشروطة باختراق مستويات السفر فاصلة خمسة ثمانين سبعة وتسعين كان هناك محاولات الأسبوع الماضية باختراق السفر فاصلة خمسة ثمانية سبعة وتسعين لكن بقية محاولات نشوف أن هناك إيجابية واضحة في افتتاح الأسواق لزوج اليورو مقابل جنيه السترليني إيجابية واضحة نشوف أن في حال استمرارية واختراق السفر فاصلة خمسة ثمانية سبعة وتسعين راح يكون للشراء وإلى أول أهداف الموضحة علي من الشرط واللي هي النقطة سفر فاصلة ستة ثمانية ثمانية حقيقة ما راح نشوف إيجابية على الزوج إلا باختراق سفر فاصلة خمسة ثمانية سبعة وتسعين في حال اختراقه مثل ما قلنا راح يكون للشراء وإذا استمر هذا الدعم باقي راح يكون هو وقف الخسارة عندنا نقطة سفر فاصلة ثلاثة ثمانية ثمانية أو شرط بعدم كسر هذه المستويات هذا بالنسبة لليورو مقابل جنيه ستر ليني عندنا دولار مقابل الليرة التركية دولار مقابل الليرة التركية سبوع ما قبل الماضي كان في مستويات خمسة فاصلة ستة ثمانية سبعة وعشرين وقلنا أن للشراء مثل ما احنا شايفين يتحرك في نطاق قناة سعرية صاعدة وقلنا أن يستهدف الخمسة فاصلة ثمانية وتسعين سبعة وسبعين وبالفعل تم تحقيق الصفر فاصلة ثمانية وتسعين سبعة وسبعين في تداولات الأسبوع الماضي كانت الإيجابية واضحة في تداولات الأسبوع الماضي على الزوج نشوف أن باختراق الصفر فاصلة ثمانية سبعة وسبعين راح يكون هناك مزيد من إيجابية على الزوج وإلى الستة فاصلة 115 ولو تجاوزها راح يشوف 6.24 مع الزوج الدولار مقابل ليرا التركية كان هذا اخر الازواج في جولتنا لهذا الاسبوع مع تمنيات وتمنيات الزبلاء مفريق شركة اوربكس بسبوع موفق ومليب الارباح بمشيئة الله